ما أن بدأ أصار ساندي بالانحسار حتى بدأت تتكشف الأثار التي خلفها حيث ترك وراءه أكثر من مئة قتيل بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن نحو سبعة ملايين شخص كما أصيبت حركة النقل بحالة من الفوضى لسيما مع الشياح المياه لأنفاق القطارات هذا فيما عاودت المطارات استأنف حركة الملاحة بشكل جزئي بعد إلغاء ثمانية عشر الفرحلة كما سيعاد فتح برصة نيويورك بعد أن أغلقت بشكل طارئ بسبب العاصفة وتسبب العصار في سقوط الثلوج على غربي فرجينيا إضافة إلى بعض المدن الواقعة الغربي ولاية نيويورك وقال عمدة المدينة مايكل بلومبرغ إنها عاصفة مدمرة وربما تكون الأسوأ على مر التاريخ وأن الأضرار التي لحقت بمترو الأنفاق لسيما في نيويورك هي الأكبر من زمائة وثمانية عوام سياسيا وبعد توقف الحاملات الانتخابية قصرا أتاحت الأزمة فرصة لأوباما لا يظهر قدراته الرئاسية وهو يشرف على استجابة الحكومة هذه العاصفة لم تنتهي بعد حصلنا على إفادات من مركز الأعصير الوطني وهي ما زالت تتجه شمالا ما زالت هناك أماكن يمكن أن تتضرر توجيهات للوكالات الاتحادية هي لا تفكر في أننا لا يمكننا القيام بشيء بل فكر في كيفية القيام به أريد منكم أن تتغلبوا على البيروقراطية ولا عضر لمن لا يعمل في هذه المرحلة أريد من كل وكالة أن تتقدم وتتأكد من أننا نصل بالموارد إلى الأماكن المطلوبة في أسرع وقت ممكن هذا فيما يواصل المرشح الجمهوري ميترومني حملته وحول المؤتمر الانتخابي في ولاية أوهايو ذات الأصوات المتأرجحة إلى حملة لجمع مساعدات لضحايا العصار وتقدر تكلفة تنظيف مخلفات العاصفة بنحو 40 مليار دولار وهي أقل من تلك التي خصصت عاقب العصار كاترينا عام 2005 والذي بلغ 100 مليار دولار على الرغم من أن ساندي أصاب مساحة أوسع